صحت المربي أسماء في صباح يوم جديد وكالعادة بدأت يومها تتفقد خرفانها رأت أسماء على فم خروفها المفضل حبوب حمراء صغيرة فذهبت مسرعة تتفحص فمه بيديها غير مدركة أضرار هذا التصرف بعد ساعات بدأت أسماء تشعر بحكة وأحمرار في يديها ما سبب إحمرار يدي المربي أسماء؟ هو وجود أمراض مشتركة بين الإنسان والحيوان إن سلامتك كمربي التروى حيوانية تعني احتفاظك بمصدر رزقك ومن أجل ذلك يجب أن تتبعي جميع إجراءات السلامة والصحة المهنية وهي مجموعة من المعلومات التي تحميك من المخاطر أثناء عملك ما هي الأمراض المشتركة؟ هي الأمراض التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان ومن الإنسان إلى الحيوان بطرق انتقال مختلفة وبعض هذه الأمراض قد تؤدي إلى الأمراض المشتركة تنتقل عن طريق الجهاز التنفسي الجهاز الهضمي بتناول المنتجات الحيوانية الملوثة الجلد بواسطة ملامسة الحيوان المصاب التعامل مع الحيوانات الميتة أو الأجنة المجهضة لسع البعوض أو الحشرات العض بواسطة الحيوانات المصابة وملتحمة العين من هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المشتركة؟ مربول حيوانات الأطباء البيطريون والبشريون العاملون في المسالخ الأطفال المسنين والنساء الحوامل كيف تحمي نفسك من هذه الأمراض؟ النظافة الجيدة طبخ الطعام جيداً وغلي الحليب قبل شربه الحذر عند التعامل مع الحيوانات المريضة لبس الكفوف تحصين الحيوانات ضد الأمراض الوبائية غسل الجروح الناتجة عن العض فوراً عدم التعامل مع الحيوانات البرية أو الغريبة مكافحة الفئران والحشرات تذكري دائماً أن تلتزمي باتباع كل إجراءات السلامة والصحة المهنية وارتداء الملابس الخاصة بالعمل من أجل عائلتك التي تنتظر عودتك سالمة كل يوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر